ليش الإنسان بيفقد ذكرته وما بينسى كيف بيحكي؟ الموضوع طلع مرتبط بالعادة العادة قوية كتير وبس تتبرمج بعقلك بتصير تتحكم بعقلك وبحياتك أكتر من 40% من الأفعال اللي منمارسها بشكل يومي هي عبارة عن عادة وأي عادة بحياتك بتدور داخل حلقة مغلقة بتبلش بالمحفز مروراً بالفعل أو الروتين وبتنتهي بالمكافأة اللي بتشعر فيها بعد قيامك بالفعل اكتب قوة العادة لتشارز دوينغ The Power of Habits خليك positive Stay positive مع فاتريسيا على أمن رجو إيراق مرحبا وأهلا وسهلا بكلمة تابعي برنامج خليك positive اليوم رح نكون معكم مع المؤلف تشارز دوينغ وبهيدي الحلقة رح نحكي عن كتاب قوة العادات هيدا العادات رح تخليك superhuman خليك positive طبعاً أول ما شفت كلمة عادات بعنوان الكتاب الي تأكيد رح يكون متل كتاب السبع عادات للمؤلف ستيفن كوفي ولكن الي صار هو العكس تماماً وأكيد بحلقات الجاية رح نحكي عن ستيفن كوفي كنا بنعرف أن العادات بتسيطر علينا وبتتحكم بحياتنا بشكل قوي وأكرمال هيك لازم نفهمها كتير منيح ونفهم كيف بتتكون وكيف منقدر نغير ونبدل ونكسر العادات السلبية ونحط محلها العادات الإيجابية لأنه أكتر من 40% من الأفعال اللي منقوم فيها بشكل يومي هي عبارة عن عادات وبرمجيات مخزنة بالعقل بتم تفعيلها واسترجاعها حتى تقوم بهيد الأفعال أو الأكشن بشكل ترقائي بهدف توفير الجهد والوقت والطاقة يعني على مدار تطور البشرية بلش عقلنا يبحث عن طرق حتى يقلل فيها استهلاك الطاقة ويقلل فيها نسبة التفكير المطلوب لأنه التفكير من أكتر المهام اللي بتستنزف الطاقة بالجسم فمن هون يجد فكرة العادات وبهيد الكتاب رح نحكي عن النقل في تاريخ دراسة العادات والذاكرة الإنسانية بحسب تشارلز دوينك بيقول أنه أي عادة بتتكون من ثلاث أجزاء رئيسية الـ Q، الروتين والريورد الـ Q هي الإشارة والمحفز الروتين هو الفعل والريورد هي المكافأة وهيدول الأجزاء بيشتغلوا مع بعض مثل الحلقة المغلقة ورح تشوف أنه أي عادة بحياتك بتدور داخل الحلقة المغلقة التي تبدأ بالمحفز مروراً بالفعل أو الروتين وانتهي بالمكافأة اللي بتشعر فيها بعد قيامك بالفعل اللي مقصود بالجزء الأول اللي هو الإشارة أو المحفز يعني في شي بحفزك وبيخليك تبدأ في فعل سلوك العادة ممكن تكون بتشوفها أو بتسمعها أو بتحس فيها مثل التدخين المحفز الـ Q بيكون الشعور بالملل ورغبة الجسم بالنيكوتين وكمان عادة التصفح على السوشال ميديا بيكون المحفز هو الشعور بالملل أو الانتظار اللي ممكن تخليك تهرب منها وتروح للفيسبوك أو غيرها من مواقع التواصل أما الجزء الثاني اللي هو الروتين سلوك العادة فبيكون بعادة التدخين إنك تطلع السجارة وتدخنها وبالنسبة للتصفح فبتكون العادة إنه تفتح الفيسبوك وتبلش تتصفح لكن المكون الثالث واللي هو العائد أو المكافأة هو اللي بتحصل عليه من فعل سلوك العادة فعادة التدخين مثلا العائد تبعها هو إحساس إشباع رغبة الجسم من النيكوتين والراحة المؤقتة اللي بيحصل عليها الشخص في عادة التصفح الفيسبوك بيكون العائد أو المكافأة هو يكسر حالة الملل اللي كنت حاسس فيها أو الهروب من الشي الصعب اللي كنت عم تعمله العادة يا عزيز المتابع قوية كتير ولما بتتبرمج العادة بعقلك بتصير بتتحكم بحياتك وبيحكي تشارج زونج بالكتاب قصة عن إيوجين بولي إيوجين بولي اللي بلش يفقد ذاكرته بالتدريج والسبب كان مرض التهاب فيروس دماغي تسبب بتدمير بعض الزقل دماغ عند إيوجين بولي دخل إيوجين المستشفى ودخل بغيبوبة لمدة عشر تيام لكن بعدها استقارت حالته وبدأ يتحسن وبعد أسبوعين رجع مثل ما كان وصحة من الغيبوبة لكن مع ذاكرة مفقودة اللي صار إنه الطبيب لاري سكوير اللي كان مشرف على الحالة اكتشف إنه إيوجين فقد الذاكرة لآخر 30 سنة وبيتذكر بس الإشياء اللي صارت قبلها ومن هون بدأت النقلة الجديدة لدراسة الذاكرة الإنسانية والسلوكيات وبيوم من الأيام قررت أحد المختبرات إنه تدرس حالة إيوجين وقبل ما يدخل العالم اللي مفروض إنه رح يدرس حالة إيوجين كان في ممرضة قعدة على الحاسوب وعم تكتب فابتسم إيوجين وأشر على الجهاز اللي قعدة قدامه وعم تكتب عليه هو قال هذا الشيء مذهل جداً عندما كنت صغيراً كان معلقاً على حاملين ارتفعهما ست أقدام وكان يأخذ مساحة هذه الغرفة ومرة تانية رجع إيوجين عاد نفس الجملة وضحك ولما إجا الطبيب لاري سكوير لاحظ كيف إيوجين كان عم بكرر نفس الجملة عدة مرات وهون قرر إنه يأخذ أشعة لدماغ إيوجين واكتشف إنه المرض أثر على الدماغ ودمر بعض الأجزاء على شكل بيضوي لكن المنطقة القريبة من العمود الفقري ما كان واصلها هيدا المرض العالم لاري سكوير قال إنه شكل دماغ إيوجين ذكرني بمريض كان اسمه هانري مولايسون وكانت حالته مثل إيوجين ولكن هانري عمل عملية واسترجع ذكرته وتذكر من بتكون أمه وين كان ساكن هو وصغير وغير أشياء كتير قديمة لكنه فقط الذاكرة الجديدة وصار يحتفظ بالمعلومات الجديدة بس لمدة عشرين سنية الفرق بين إيوجين وهانري إنه هانري صارت حالته هيك لأنه تم استقصال جزء من دماغه لكن إيوجين صار هيدا شي معه من دون أي تدخل جراحي كرميل هيك ركزوا على حالة إيوجين وبلشوا يدرسوها دماغ ويدرسوها بيجيبوا الفقر وبيحطوه بمتيهة على شكل حرف T وبنهاية هيدا المتيهة بيوجد على الأطراف قطعة من الشوكولات وكانوا يحطوا الفار بأول المتيهة وبيخلوا حاجز قدامه وبعدين بيطلعوا صوت مثل النقرة وبعد النقرة مباشرة بيشيلوا الحاجز اللي قدامه وبيبلشوا يدرسو سلوك الفار وشافوا أنه الفار ما تحرك بشكل مباشر وصار يتحرك شوي شوي ويدرس كل شي حوله وبلش يتحرك مرة لقدام ومرة لورا وهون كانش هايز الكمبيوتر مفتوح على رسم بيانة يبين حالة نشاط عقل الفار ولاحظوا أنه عقله نشط كتير وأنه بلش يدرس كل شي بهيد المتيهة إلى أن وصل لنهيتها وكانت قطعة الشوكولات موجودة بالجهة اليمين ولاحظوا أنه الفار راح للجهة الثانية وبدأ يدرس كل شي إلى أن وصل أخيراً لقطعة الشوكولات بعد ما عملوا هيد التجربة بلشوا يقريروها بشكل يومي وهون صار تغيير كبير بالشكل البياني لنشاط دماغ الفار ولاحظوا أنه بيكون نشط أول ما يسمع صوت النقرة وبعدين بينخفض النشاط إلى أن يوصل لقطعة الشوكولات وبعدها بيرجع نشط وبيقلك تشارس دونك أنه عقل الكائن الحي بيجمع بعض الذكريات اللي بتكون متكررة بشكل روتيني ويخزنها بمكان بالدماغ يسمى العقد القاعدية وهيدا الجزء من الدماغ متخصص بالذكريات اللي بيصنفها الدماغ على أنها عادت يعني بمجرد ما يعرف الدماغ أنه هيدا التصرف اللي أنت عم تعمله عبارة عن عادة موجودة ومخزنة بهيدا الجزء فبيبلش نشاط الدماغ يقل أو ينخفض وبيبلش يستخدم هيدا الذكريات المخزنة واللي هي عبارة عن عادات مرتبة على نمط وشكل معين طيب شو معنى هيدا الكلم؟ بيقول تشارس دونك تتذكر أول مرة لما بلشت تسوق السيارة عقلك كان عم بيشتغل بإدراك كتير قوي لدرجة أنك كنت كتير واعي ومركز على كل خطوة عم تعملها يعني من أول لحظة لما تفتح باب السيارة وتقعد وتسكر الباب وأنت واعي كيف عم بتحط المفتاح وتشغل السيارة وتسحب حزام الأمان وتتأكد من وضعية الجلوس إلى آخره فأنت بتكون واعي ومركز كتير مع كل خطوة عم تعملها لكن مع الوقت يا عزيز المتابع بتصير تتعود على هيدا الشيء وبعد مدة من الوقت كل هيدا الإشياء بتصير تعملها بلا وعي يعني بتصير إشياء روتينية متعود عليها وما بتفكر فيها كتير ليه؟ لأنه الدميخ صنف هيدا الحركات والأفعال اللي بتعملها بشكل مستمر وروتيني على إنها عادت وهون رح ينخفض نشاط الدماغ بمجرد ما يدرك إنك ركبت السيارة فبقلك تشار زدو منك العادة كرميل تتشكل بتحتاج إلى دليل يعني الإشارة على سبيل المثال أول ما تركب السيارة وتسكر الباب المنظر اللي أنت عم بتشوفه يسمى الإشارة اللي ينفذها الدماغ ويعرف إنه أنت عم تستخدم عادات القيادة ومن هيدا الإشارة رح تستخدم كل الذكريات المخزنة في العقد القاعدية بشكل منتظم وبلوعي وهيدا الشي بصير كرميل يريح نشاط الدماغ إلى اللحظة اللي تقرر فيها إنك تطف السيارة وتنزل منها كرميل يعطيك المكافأة ويعرف إنه أنت طلعت من سياق هيدا العادة وهيدا الشي بالضبط اللي صار مع ايوجين أثناء ما كانت الممردة والعالم سكوير عم يستخدموا جهاز الكمبيوتر وبس كان ايوجين يسمع النقرات على الكيبورد يبلش يعيد نفس الجملة واللي هي هيدا الشي مظهر جدا عندما كنت صغيرا وفي مجال الإلكترونيات اللي صار إنه بالرغم من إنه عقله ما بيقدر يحتفظ بالذاكرة لأكثر من دقيقة إلا إنه عقله أو العقد القاعدية الموجودة بدماغه ما تضررت وعرفت كيف تحتفظ ببعض الذكريات على إنها عادت إذن يا عزيزي المتابع كرميل تكتسب عادة جديدة لازم تحط لها محفز ولازم تمارسها كتير كرميل تحصل على الجائزة وبعدها رح يفهم عقلك إنه هيدا بتعتبر عادي ورح يبدأ يعملها كنمط حيات من دون أي صراع ومن دون أي مقاومة منك حتى بيقلك المطاعم الفاستفود تعرف إنه نمط العادي المفروض يكون نفس الشي بدون ما يتغير فكرميل هيك بتخلي نفس ديكوراتها بكل الفروع كرميل يضمنون إنه بمجرد ما عقلك يستشعر وجود هيدا الفرع بهيدا الشكل على طول رح تروح لهيدا المطعم وبيقولوا أول سلسلة مطاعم طبقت هيدا الشي كانت الماكدونالدز كرميل تعرفوا إنه رايكراك كان زكي وبالفعل مطاعم الماكدونالدز أغلبها نفس الدكور كرميل عقلك بمجرد ما يشوف الدكور يعتبر هيدا هو المحفز ويبلش يستخدم الذكريات المخزنة على إنها عادت ولازم تنتبه إنه العادي حساسة ودقيقة كتير إذا تشوه شكلها ما رح يفهم عقلك إنك تمارس هيدا العادي رح أعطي معلومة بتقول كرميل تصبح العادي الجديدة تلقائية بتحتاج إلى 66 يوم وفقا للعديد من الدراسة ويمكن لبعض الأشخاص البدء فيه اعتياد العادي الجديدة بشكل روتيني بعد 21 يوم فقط وإذا كانت التأثيرات إيجابية بتقدر تستمر بممارستها أو تجديد جزء منها لمدة 21 يوم كمان هاي كرميل تترسخ وتنزرع العادي هاي إذا بدك تكتسب عادي جديدة أما إذا بدك تحدد مدة لكسر العادي السيئة فالخبراء بيقولوا ما في إطار زمنة محدد لترك هيدا العادي وإنه الوصفة الناجحة بتعتمد على الشخصية والحافظ والظروف وعلى العادي نفسها وراح نحكي فيها بالجزء الثاني تشويه النمط المعتاد للعادة لهون بيكون خلص هيدا الجزء وإذا عجبك الفيديو شاركوا مع كل الأشخاص اللي بتحبهم كرميل يوصل لشريحة أكبر وكمان بتقدروا تتابعوني على كل المنصات إلى هنا أعزائي المتابعين من كون وصلنا لختم الجزء الأول من كتاب تشارز دوينك بعنوان قوة العادة شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء